جزاكم الله تعالى خيرا وهذا سائل يقول كيف يجمع المسلم بين خوفه ورجائه لله تعالى يجمع بينهم يخاف من غضب الله ويرجو رحمته هذه طريقة أهل الإيمان وطريقة الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام يدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين هذا في الرسل عليهم الصلاة والسلام ويرجون رحمته ويخافون عذاب فالمسلم يجمع بين الخوف والرجاء لا يأخذ جانب الخوف فقط هذه طريقة الخوارج ولا يأخذ جانب الرجاء فقط هذه طريقة المرجعة وإنما يجمع بين الخوف والرجاء نعم فالرجاء يحمله على الخوف يحمله على التوبة والاستغفار والخوف من المعاصي والرجاء يحمله على الزيادة من الخير والطاعات والقربات ويمنعه من القنوط من رحمة الله عز وجل نعم ترجمة نانسي قنقر